السلام عليكم ورحمة الله النهاردة بأمر اللي نزلنا سوق السيدة عائشة علشان نجيب اخر تطورات السوق من حركة لمه وحركة تداول ايه اخبار التصدير في مصر والدنيا وصلت لفين حبيت بس افكركم اللي اول مرة يزورنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا منقدمو وحبيت بس افكركم ان بامر اللي في حالة ان القناة وصلت لخمسة وعشرين الف مشترك هيكون فيه سحب على بغبغان هدية من القناة طبعا الفايز هيبقى من المشتركين اكيد هنتكلم ونقول اسعار بالتفصيل لكن عايزين نتكلم ان حركة اللم من التجار النهاردة كان كويسة جدا وكمان يعني من الحاجات اللي لفتت نظري ان التجار النهاردة كانوا كتير جدا لدرجة ان هما يعني قريب من عدد الناس اللي بنزل السوق ذات نفسهم وده لو دل هيدل ان بالفعل الناس كتير جدا خرجت من الهواية والناس كتير خلاص ما بقتش يعني تهتم بهواية طيور الزينة لان الموضوع بقى حمل كبير جدا على البيوت في عز الغلاء اللي احنا موجودين فيه ده طبعا معروف ان تيور الزينة ده مجال ترفيه بالاضافة ان فيه ناس كتير جدا كانت معتمدة عليه كدخل يعني كدخل مساعد مع الشغل اللي كل الناس بتشتغلوا اكيد المصاريف التيور بقت كتيرة جدا وخلت الناس تصفي بشكل واسع جدا لان اسعار التيور كانت في فترة وليلة زائد اسعار الاكل كانت كتيرة فطبعا المعادلة كده كانت صعبة جدا ده اللي خلى ان هواية طيور الزينة في مصر تتأثر وطبعا اكيد الاسعار هتبدأ تزيد زيادة اكبر من المتاحة يعني على سبيل المثال انا جيت وقلت من فترة من حوالي شهرين ان الكوكتيل اللاتيني هيوصل لالف جنيه دخلت ناس في الكومنتات وكلمتني وهجمتني قالت لكوكتيل ايه اللي بالف جنيه لا انا النهاردة بقول لكم متوقع ان مع دخول شهر تسعة الاسعار بتاعة الكوكتيل اللاتيني تزيد بشكل اكبر من كده يعني النهاردة الجوز الحاجة الكويسة الحجم جامبو الحاجة المحترمة كان بتطلب فيها مبلغ كان بتطلب فيها ما بين تسعمائة وخمسين جنيه وفي بعض الناس بتتكلم في الف جنيه سعر الجوز الكوكتيل اللاتيني طبعا مش الكوكتيل اللاتيني بس اللي زايد لا في اسعار الكوكتيل زادت اكتر زي الكوكتيل الحبشي والمصبع والايزابيل وعايز اقول كمان اللي كان مطلوب في السوق كان مطلوب يامام ماسي وكمان كوكتيل البينو والجاوة والاسترالي طبعا وصل لمعدلات او اسعار اعلى من الايام اللي فاتت طيب يعني بشكل عام النهاردة كان فيه لم على حاجات كتير كمان زي الروز والفشر كمان بدأ يبقى عليه لم والاسعار بشكل عام كمان في طفرات البدجي بدأت ترتفع عايز اتكلم واقول ان اللي عنده طيور وحابب ان هو يقطنيها يعني نصيح ان انا لما اجيب طيور تبقى حاجات على القد يعني ما حاولش اكبر وازود في مزرعتي لان طيور الزينة ما بقاش حرقة البيع حتى على مستوى التداول كويسة واحاول اشوف ايه اللي السوق طلبه او التصدير طلبه احاول اشتغل فيه وما زودش في الاعداد زي ما قلنا عايزين نكلم ونقول ان فيه حرق التفضية للسوق النهاردة مستمرة نبدأ نتكلم على الاسعار اللي كانت موجودة النهاردة في السوق بالتفصيل يلا بينا نسمع الاسعار يلا بينا نبدأ في بداية كلامنا ان شاء الله نتكلم على الكوكتيل الحبشي واللي وصل سعره الجوز الكبير الشغال من 375 جنيه لربعمية جنيه في اللم طبعا الاسعار في كوكتيل الحبشي زادت عن كده الشبابات بتبدأ من 300 جنيه سعر الجوز نتكلم على الكوكتيل الايزابيل واللي الشبابات منه 350 جنيه وبالنسبة للكبير الشغال 450 جنيه سعر الجوز بالنسبة للكوكتيل المصبع والاسعاره بتختلف حسب التصبيع وحسب السن في البداية بتبدأ يعني الاسعار بتاعته من 400 ل600 جنيه للشبابات اللي هي تصبيعة تقيلة ومن 700 ل 850 جنيه لحاجات الريئة البصمات ده بالنسبة للكبير الشغال بالنسبة للكوكتيل اللاتيني واللي شاهد ارتفاع ملحوظ النهاردة واللي سعر الجوز منه من 800 ل 850 جنيه كسعر لم ده بالنسبة للكبير الشغال لو هنتكلم على الصغير يعني الصغير بمعنى الشبابات اسعارها من 700 ل 750 جنيه سعر الجوز الكبير اسف سعر الشبابات من 700 ل 750 جنيه الكبير 850 و 800 حسب التاجر وحسب مستوى الحاجة بالنسبة للكوكتيل الفرنساوي نتكلم على الويت فيس واللي سعر الجوز منه من 800 ل 850 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للشبابات من 500 ل 550 جنيه نتكلم على الإيزابيل الفرنساوي واللي سعره من 800 ل 850 جنيه وبالنسبة للشبابات برضو من 550 ل 600 جنيه سعر الجوز الشبابات بالنسبة للكوكتيل الفرنساوي الحاجات اللي هي الريئة جدا سعرها بيوصل ل 1700 جنيه وبالنسبة للحاجات التصبيعة التقيلة سعرها بيبدأ من 800-900 كل ما زادت مستوى الحاجة والتصبيعة أقلت كل ما زادت السعر بالنسبة لكوكتيل الألبينو واللي سعره في اللم من 1400-1500 جنيه ده كسعر لم طبعا في التداول بيزيد السعر عن كده الشبابات أقل حاجة فيها 900 جنيه نتكلم على البدجي ونبدأ بالأسترالي واللي سعره الأسترالي الشبابات من 70-75 جنيه وبالنسبة للكبير من 95-100 جنيه ده بالنسبة للفواتح طبعا الأسترالي سعره طبعا زاد عن الأسبان اللي فاتت ومتوقع كمان ان هو يزيد أكتر بالنسبة للوش الأصفر واللي سعره من 110 ل120 جنيه سعر الجوز بالنسبة للإينو اللاتيني والقلبينو واللي سعره من 110 ل120 جنيه كلام نتكلم على الفالو واللي سعره ما تحركش برضو كتير لكن سعره بيبدأ من 100-110 بيوصل أحيانا ل120 جنيه بالنسبة للشكري برصاصي واللي معلوه شلم الأيام دي أو الفترة اللي موجودة حاليا سعره في التداول يعني بيبدأ من 250 جنيه صغير ل350-400 جنيه بالنسبة للبلاك وينج الأخضر واللي سعره بيعمل 300 جنيه سعر الجوز وبالنسبة للبلاك وينج الأزرق سعره بيعمل 400 جنيه حاليا نتكلم على تركيبات الرنبو واللي أسعارها بتختلف بتبدأ من 110 ل120 جنيه في الصغير والكبير من 140 ل150 جنيه سعر الجوز نتكلم على الرنبو نتكلم أن أكتر حاجة مطلوبة الفايلوت واللي سعرها من 250 ل300 جنيه سعر الجوز ومتوقع أنه يزيد عن كده في السعر لأنه بدأ يبع عليها لم أكتر بالنسبة للشوشة والكورك واللي سعره عامل 150 جنيه متوسط سعر اللم بالنسبة للفولل واللي سعرها بيبدأ من 250 ل300 ولكن بدأ يبع عليها لم عن الأول وأكتر حاجة التاج المركز فيها الفواتح بالنسبة للفولل اللاتيني واللي سعرها من 400 ل600 جنيه ويوصل في بعض الأحيان ل 650 حسب المستوى الفولل اللاسوينج اللي سعرها من 500 يعني كبير والصغير من 350 بداية الأسعار يعني طبعاً اللي بتحكم في السعر بينزل أو بي إيل مستوى العصفور والفولل بتاعته مستوى بشكل عام بالنسبة لتركابة الفولل الرنبو واللي سعرها بيبدأ من 250 جنيه الفولل الرنبو سعرها بيبدأ من 350 ل400 جنيه والأسعار ممكن تزيد حسب المستوى حسب درجات الألوان بالنسبة للإنصاص واللي عليها لم بشكل واسع بيوصل سعرها من 400 جنيه ل 800 جنيه حسب الحجم وحسب المستوى بالنسبة للإنجليزة واللي سعرها بيبدأ من سعر الجوز بيبدأ من 1500 يعني من 1000 ل 1500 والأسعار بتزيد أو بتقل حسب مستوى الطير وفيه تفراب بتزيد عن كده طبعا بالنسبة للروز الأخضر اللي سعره بيبدأ من 200 الصغير والكبير 300 جنيه بالنسبة لباقي الألوان البلاق آي من 400 ل 425 جنيه بالنسبة للروز اللاتيني واللي سعره بيبدأ من 450 ل 480 ده كلام لكن في التداول سعره بيوصل ل 500 جنيه الشبابات منه من 350 ل 375 بالنسبة للروز الألبيلو السعره بيبدأ في الشبابات من 650 ل 700 والكبير من 1100 ل 1200 الروز الأبلاين أورنج من 650 ل 700 جنيه اللم مطلوب اللم الكبير على 1200 جنيه الفشر الأخضر واللي سعره من 200 صغير والكبير 300 جنيه الفشر اللاتيني ومطلوب جداً ومش موجود في السوق من 800 ل 900 جنيه كلام ووصل سعره في اللم ل 900 جنيه بالنسبة للفشر الألبيلو واللي سعر الصغير منه 400 وبرضو بيتلم مطلوب جداً من 700 ل 750 جنيه وبرضو مش موجود في السوق بالنسبة لعائلة الفينش ونبدأ بالزبرة 85 جنيه ل95 جنيه في الكبير بالنسبة للزبرة النورمال بالنسبة للفراولة سعره 120 جنيه سعر الجوز بالنسبة للمطبوح واللي سعره يعني 225 ل 250 جنيه نتكلم على الجاوة ونبدأ بالحبشي واللي سعر الجوز من 300 جنيه الصغير والكبير 400 جنيه بالنسبة للبيض واللي سعره وصل من 400 ل 500 جنيه وبيتلم سعر اللم فيه 400 جنيه بالنسبة للجاوة الفون واللي سعره بيبدأ من 1500 ل 1900 جنيه وصل سعره 1900 جنيه في اللم ومش موجود ومش عارفين يوفي الطلبيات بتاعته بالنسبة للسيلفر سعره 500 جنيه سعر الجوز نتكلم على جولدن فينش واللي سعره بيبدأ من 1000 ل 1500 جنيه سعر الجوز ده حسب الالوان وحسب السن بالنسبة للكناريا واللي سعره بيبدأ من 300 ل400 جنيه في الصغير والكبير من 500 ل600 جنيه بالنسبة للحسون لو صيد جديد بيبدأ سعره من 500 جنيه سعر الجوز لكن لو صيد بايت بيوصل ل1000 جنيه سعر الجوز بالنسبة ليمام الماسي وكان عليه لم النهاردة النهاردة وبداية يعني اللم بتاعه من 300 جنيه لكن برضو مش عارفين يوفي الطلبيات بتاعته بالنسبة لطائر الميناء والسعره بيبدأ من 150 ل 200 جنيه سعر الجوز نتكلم على البغبغوات ونبدأ بالضره الهندي واللي سعر الشبابات منه بيبدأ من 220 جنيه سعر الجوز ده بالنسبة للشبابات الكبير الشغال من 2500 ل 4000 جنيه سعر الجوز الأسعار بتختلف حسب المستوى حسب الحجم حسب التقليم بالنسبة للضره الامريكي واللي سعر الشبابات منه 10 000 جنيه سعر الجوز الشبابات الكبير 18000 سعر الجوز بالنسبة للسانك نيورد سعر الجزء الشبابات بيبدأ من 9 والكبير 14 ألف بالنسبة للروزيلا والسعره من 3.5 الصغير والكبير من 5000 جنيه بجميع مستواته والوانه بالنسبة لكاسكو الأفريق والسعر الحتة منه تبدأ من 7 أو 8000 جنيه وتسعة تلاف جنيه ده في حالة الحاجة الصيد وغالبا الموجود دلوقتي الصيد بيت الحاجة التفريخ بتوصل كزغلول سعره بيبدأ من 13 ألف إلى 16 ألف حسب عدد الكلمات وحسب إذا كان هو بدأ يتكلم لسه مدرب مش مدرب ده أسعاره بتختلف من طائر لطائر لو أي حد حابب يسألني على أي طير أنا ما ذكرتوهش في الفيديو اكتب لي في التعليقات وبأمر الله هنجيب عنه تقرير الأسبوع الجاي وكده يكون الفيديو خلص إلى لقاء جديد وفيديو جديد فيه